قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة المصرية لم تعكس التكلفة الحقيقية للسلع والطاقة على المواطنين وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على توفير مخزونات للسلع لفترة لا تقل عن ستة أشهر مشيرا إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا بفضل بنيتها التحتية أول حاجة احنا حرصين عليها أن احنا منع كس تسعير للطاقة ولا السلع بتمنى الحقيقة على الناس وده الحكومة اشتغلت عليه ويمكن حزمة إجراءات الحماية التي اعلنت عنها من أول هذا الشهر يمكن تكون دخلة في هذا الإطار ثم طبعا المبادرات اللي موجودة لتوفير السلع ديت في الأسواق بأسعار يعني تكون ما تشكلش عبقة على الناس بشكل جميل يبقى التوفير السلع توفرت محاولة تقليل تكلفتها ما أمكن وتأكس الأسعار العالمية بنجري على هذا عشان المواطن ما يعانيش أكتر من كده أقول هذا الكلام عشان تبقوا عارفين ان احنا كمسؤولين حرصين على ان احنا ما تبقى الامور تضغط على الدنيا كلها وضغط علينا كمان ان احنا نصدرها لكم بقدر الإمكان بقدر الإمكان يهمني هنا أقول احنا عندنا توفير للسلع الأساسية كنا حرصين خلال الثلاثين ثلاثة اللي فاتوا من 2016 دكتور مصطفى وحتى الآن على ان احنا يبقى عندنا ما يقرب من ست شهور خمسة ستة